السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم وده فيديو جديد. انا عفاف ودي قناتي سوبر مامي. يارب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو روتين حلو جدا في البرد. الدنيا فعلا سقع جدا والجو برد خالص. هنعمل النهاردة اه معجنات وفطاير حلو وحادق تدفي البيت كده وتخلي ريحة البيت كله عجين. كمان هنعمل روتين متابعة في المطبخ. يلا بينا نشوف الفيديو. يارب الفيديو نشو الله يعجبكم واتمنى لو عجبك وعجبك محتوى القناة تضغطي لايك وتنزلي تحت الفيديو دلوقتي. تشتركي في القناة من الضرار الاحمر الى تحت الفيديو على الشمال. مكتوب عليه كلمة اشتراك او سبسكرايب. اضغطي عليها. كمان فعالي علامة الجرس اللي هتزهر على الكل. عشان يوصلك اشعار على الموبايل. اننا نزلت فيديو جديد. عايز اقول لك بس على حاجة مهمة جدا. اي حاجة بتعمليها في البيت دلوقتي من تنظيف ترتيب تنظيم تخلص من الكراكيب. هتريحك جدا جدا في رمضان. وانت كده فعلا بتبقي بدأتي تستعدي الرمضان لان رمضان مش عايزين اضيع كله في التنظيف. يا دوب هنعمل الاكل ونعمل الحلو وكترخرنا على كده. فيلا بينا نبدأ روتين ومتابعة وتنظيف من دلوقتي. طبعا ما حدش يختلف معايا في ان احنا قاعدة تسرير في الشتاء حلوة قوي مع كوباية نسكافيبة قوي انت قاعدة في الدفع كده ومتغطية. فالسراحة الموضوع حلو قوي يعني. ولكن في حاجات كده بتتطرك ان انت لو ما قمتش عملتها حتبوز. وحتبقى انت كده بتهدري نعمة ربنا بقى. وموضوع هيوسع منك. فانا دلوقتي هنضف معاكم التلاجة بصوا. اخر الاسبوع عموما بيبقى احنا فحكشنا كتير في التلاجة طول الاسبوع. فمن المهمة قوي ان احنا نبص عليها بصة يعني. انا بقى عندي الخضار انا اشتريته من حوالي اسبوع او خمستاشر يوم. خمستاشر يوم تقريبا. يعني الخضار ده بقى له كده خمستاشر يوم في التلاجة. انا اخدت منه كنت احط في البتين اخدت منه. والعلبة التانية ديت او يعتبر ما اخدش منها حاجات كتير يعني. بس ضروري ان انا اطلع الخضار وانتي كمان حطه في اي علبة ايا كانت. هتعملي كده برضو. كل يومين تطلعي الخضار كله وتنشفيه من بخار الماء اللي عليه زي ما انا بعمل دلوقتي. وتنشفي كمان العلبة اللي انت حط فيها. علشان الخضار بيبوز. لما بيجي عليه المية كتير ويفضل كزا يوم في التلاجة. طبعا هتلاقيه بوز. فانا هنشف الحاجة بتاعت دي كلها برجعها تاني في اماكنها كده. كمان بقيت الخضار الجذر والخيار التاني. حاطيته في علبة تانية اصغر برضو علبة خضار زي دي بالضبط بس علبة اصغر في الحجم شوية. اه التلاجة من الحاجات اللي لو موجودة في المطبخ اه يعني نضيفة بتخلي يحس المطبخ كله نضيف بصراحة. التلاجة مكعبلة وملينا حاجات على الارف وحاجات كتير وكل حاجة مش في مكانها. بحس ان الدنيا مدربكة شوية. طيب عمدي كمان الطماطم بص على وره هلكم هي عاملة ازاي? بصوا الطماطم ما شاء الله لقوة تقيلة بالله. يعني دي كده بقى لخمساشر يوم في التلاجة. اه بس هفضيها كلها وهمسح البولة من المية والغطى التلالبة كمان. وايه كمان الطماطم نفسها همسحها من بخار المية اللي عليها وهارجعها في اماكنها تاني. اوعي 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 تسيبي الخدار في الاكياس لما بتشتريه وتحطيه في التلاجة زي ما هو. يوم والتاني مش هتلاقيه خالص اساسا سليم يعني هيكون بواز وكمان البكتيريا بقت جواه كتير وكل واحدة بواز التبواز السليمة اللي جنبها يعني. طيب اه ادي فايدت بقى تنظيف التلاجة وان احنا نشاك على كل حاجة اخر الاسبوع. انا لقيت عندي فيفل اصفر كتير في التلاجة. فانا اكيد مش هستخدمه كله يعني. وفاتبت لي واحدة كبيرة علشان استخدمها طول الاسبوع دوت يعني. واخدت الفلفل اللي انا اه موجود برضو في القلبة في التلاجة. طبعا هو اصلا مخصول كويس. فانا هقطعه مكعبات كده. واشيله في الفريزر. ويبقى كده احنا ايه فرزنا حاجة من مفيش يعني. كانت موجودة عندنا في التلاجة. وبعدين لو كنت ستها اكتر مثلا من كده. يعني بقى له 15 يوم. فحلوة قوي يعني. اا اكتر من كده ممكن بقى يبوز يعني. فانا هقطعه كله على فكرة اا الحاجات اللي انفرزها في الفريزر. في حاجات ينفع تستخدميها في حشوات سخنة. يعني الفلفل الالوان اللي بتفرضيه او اي فلفل عموما. اا ما ينفعش ان كتستخدميه خالص. انك مسلا تطلعي ده تحطيها السلطة. ما ينفعش. اا ينفع جدا بقى في الحشوات. الحشوات السخنة. هتعملي شوار معها. تعملي كبدة. هتعملي لحمة مفرومة. تقدر تضيفي عليها فيلفل من الفريزر ويبقى تحفى جدن كأنك لسه عاملية. اا لكن ما ينفعش اتطلعي تستخدميه خالص. فانا عبيته في العلبتين دول كده. وهيغطيهم وادخلهم الفريزر. انت كمان عملي الخطوة دي هتلاقي نفسك مطلعة حاجات كتير قوي انت بشي محتاجاها ومش بتستخدميها. وعلب وحاجات للاكلات بصوا يعني انا اللبن فضيته في الدورة ده. كمان كنت جايبة اا جبنة عشان اعمل بها حاجة يعني وصفة. وبعدين لسه ما عملتش. فكنت حستردمة في نفس اليوم. وبعدين لما لقيت ما عملتش بقى بها حاجة ففضيتها في العلبة. عندي كمان جلقيت كسيم بقصومات كنت حطاهم في درجة اللاجة طلعتهم حطيتهم في العلبة مكانهم يعني. هروح بقى على التلاجة بعد ما فضيتها كده وزبطت كل الحاجات اللي موجودة في الباب وموجودة في على الارفف. هشيل بقى المفارش كده من على من على الارفف كده بس مش حاخص لطبعا هو ده تنظيف يعني اسبوعي او متابعة. مش تنظيف شهري ولا حاجة. ان شاء الله التنظيف الشهري او تنظيف العمق جدا جدا. هنعمله بازن الله قريب وقبل رمضان كل سنوان طيبين. عندنا شغل كتير في اللي جاية شدوا حلوك كده وايه بتشجعه. هروح كده بالبخاخ اللي فيه خلو مية. وجنرال هروح كده على الارفف ومساحها بصو بيتزي الفل. المفارش تعتك اللي انت حطها او مش حطة يعني لو انت حطة. اه ولقيت عليها اي حاجة متبهدلة او ملزقة واقعة برضو مساح المفارش برشة كده من البخاخ اللي انت هتعمليه ده. وهيبقى سهل جدا. حبتدي رجع العلب بتاعتي وارس كل حاجة ما كانها وعلى بالخضار. واللبن والجبن وكل حاجة. كمان انك تفرزي اه دولاب الخزين او تبصي على التلاجة كده وتعملي فيها اه زي جرد يعني. اه ده حلو قوي بيخليك تشوفي الحاجات اللي نقصاتك فما تسفجئش وانتي بتطبخي مسلا ان انتي ما فيش زبدة. اه بتعملي وصفة مسلا ولاية مسلا في عندك بيت ناقص. فانا كتبت كل الحاجات اللي كانت نقصها عندي وخلصت طول الاسبوع اللي جبتها الاسبوع اللي فات. فلاقيت عندي ده ناقصة. لقيت عندي مناديل على رخامة ناقصة. في حاجات في التواب اللي مش موجودة والبن والشاي. وكل الكلام ده. اه كتبتوا في ورقة علشان لما اشتري الحاجات اللي انا عاوزاها وبس. ما اشتريش حاجات كتير وافضل الف كده واقول لهم انا كنت عاوزة ايه. الموضوع ده سهل جدا وبيسهل عليكي موضوع الكتابة ده بصراحة حلوة قوي. الموعين بقى. الموعين ده كده بعد الغدى وانا قلت اشارك معيكم الموعين علشان في حاجة حلوة قوي قوي انا عملتها. وبصراحة كانت مدوخيني وجابت معي نتيجة حلوة جدا. فقلت انا لازم اشاركها معيكم. بصوا. اه الحاجات دي كده. مكان اه مكان سمك. ان شاء الله انا ازل لكم وصفة سنجيري. وكمان جنباري. وشربة الجنباري بقى حاجة كده حلوة قوي. وكمان اه رز اه بالبصل او الرز البني بتاع السمك. الرز الصيادية يعني. ان شاء الله انا ازل لكم بازن للفيديو اللي جاي. اه بس تابعوا الفيديو ده عشان بصوا. اه حاجة كده يعني شربة وهمية بجد. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. ولو انسي ما بتعرفيش تلنظافي الجنباري او طلعي منه الكيس الرملة. هقولك ازاي بمنتهى السهولة تطلعي والتنظافي. طيب. ايه الحاجة الحلوة اللي انا عملتها النهار ده وكنت بصت بها جدا. بصوا. الصاج الالمونيوم ده. اللي هو على شمالي ده. على يميني ده. الصاج ده حلو جدا. انا جايباه بخمسة وعشرين جنيه من عند مستلزمات الحلويني. المحلات اللي بتبيع حاجات الحلويات الكنافة والمستلزمات الحلويات يعني. وبقالوا عندي على فكرة سنة. من رمضان اللي فات تقريبا. وهو بصراحة حلو جدا. انا بستخدمه بحاجات كتير. كمان بيخليني آآ يعني ماجي عمل معجنات مسلا زي اللي انا عملها في فيديو دلوقتي مع بعض. آآ كبير. بياخد كمية كبيرة. وكمان جايباه مقاسه على قد الفرن بتاعي. الكهرباء. علشان لما جي يدخلوا الفرن. يبقى طبعا المقاس مظبوط ما يبقاش اكبر ولا اصغر. فجايباه على مقاس الفرن بالزبط. بصوا. انا كان في حاجات موجودة في في الاجناب بتاعته. حاجات محروقة كده وانا كان بالي فترة مش عارفة طلحة خالص. فرشيت عليها بقى آآ ماكسل اللي هو منظف الافران. بس المقطع ده تتحزف والله مني. فانا ان شاء الله بإذن الله حبقى اوارهولكم الفيديو الجاي للناس اللي ما شافتوش قبل كده معايا. آآ ماكسل اوفن لونه اسود هو منظف الافران. بخمسة وتلاتين جنيه. فرشيت على كل الاجزاء اللي هي فيها حاجات مزنوقة كده ومش عارفة طلعها. كنت عاملة فيه جلاش قبل كده من فترة. وكانت مدوخيني بقى مش عارفة خرجها خالص منه. رشيت عليها بصوا فارد في ثواني. وبقى حطت عليها سلك كده طلعت وبقى زي الفل زي ما فينو كده. بصراحة اتوحها بجد. رغم ان هو اصلا مش بتاع المعين. يعني ماكسل منظف الافران. بس انا قلت ممكن اروش رشاة صغيرة كده على المكان اللي فيه حاجة محروقة ممكن تطلع. فجربتها بصراحة زي ما انتو شايفين الساق بقى زي الفل. تعالوا دلوقتي بقى بصوا الفيديو النهاردة مختلف تماما. هنعمل معجنات او فطاير حلو وحيدق. حاجة كده بصوا يعني العجينة تجنن. انت حتشو فيها كده حتحبي اوي انك تجربيها. خصوصا ان هي بتنفع الفطار جدا او للعشا. يلا بينا نسوف. انا استخدمت في المعادير دي كلها الميزان علشان طبعا ان هو بيزبط اكتر. آآ ولكن في صندوق الوصفة هكتب لكم المعادير بالكباية وبالجرام. عندي كبايتين من الحليب الدافي. نصف كباية زبادي وحرارة الغرفة. اتنين بياض بيضة. نصف كباية زيد. معلقتين ممسوحة من الخميرة. معلقة صغيرة بيكينج بودر. تلات معلقة صغيرة ملح. يعني ست كبيات لسبع كبيات دقيق متعدد لاستخدامات. طيب تعالوا نصوف هنعمل ايه? اول حاجة عندي هحط الحليب الدافي ويكونش سخنه طبعا يكون دافي بس. هنزل عليه السكر والخميرة. وحبد اضربهم كويس اي مع بعض بالمضرب علشان الخميرة الدوب تماما. هاركنها عشر دقايق. دلوقتي هجيب بولة تانية. احط فيها الزبادي. طبعا انا دفيت الزبادي عشان احنا في الشتاء. عشان العجين برضو التخمير بتاعي بقى مزبوط. هنزل على الزبادي زيد. هحط البيكنج بودر والملح. وبيض البيض. واحط ربهم كويس جدا لحد ما يدوبوا تماما مع بعض. هنزل الخليط اللي انا عملته ده على خليط اللبن والخميرة. طبعا عملت طبقة على الوشة هي اه رغاوي كده. يبقى كده الخميرة بتاعتنا تمام مشغالة. هنزل عليها الخليط التاني وابدأ اضربهم مع بعض كويس. بعد كده هنزل الزقيق. انا استخدمت تمنمية خمسة وسبعين جرام من الزقيق. يعني حوالي سبع كبايات. حد في الاول كده اقلب لحد ما تبقى عاجينة معي. وبعدين ابتدي استخدم ايدي. طبعا وانت بتخليطي العجينة الاول مع بعض كده حد ما تلميها هتلاقيها طبعا بدأت تشبك في ايدي الجامد. هنزل لها كده شوية زقيق عشان نلمي بها العجينة وبعدين ناخدها لما تلمي معانا نعجينها كويسة على الرخيمة. الخطوة بتاعت العجن دي مهمة جدا. لان يعني سبب نجاح اي معجنات هتعمليها حاجتين. هو التخمير مزبوط والعجينة تكون معجونة كويس او يعني انت عجنتيها كتير. يعني ممكن عشر دقايه كده ولا حاجة. لو عندك عجنة طبعا يبقى كويس جدا ولكن انا عجنتها باديا. بصوا بقى حاولكم على حاجة. عارفين لما حد يكون مش عارف حاجة مسلا وبعدين يقولوا عليه ده ده يقولوا عليها مسلا دي بتاعجن بتاعجن يعني بتعمل اي حاجة او بتقول اي حاجة. هو العجين كده بالزبط. تفضل يهبدي فيها وزبطيها كده لحد ما تحسي ان هي بيتلينة جدا معاكي. شايفين الحركة اللي انا بعملها دلوقتي دي كل ما بنعمل كده في العجينة كتير. آآ بتطلع هشة جدا وبتطلع مظبوطة وما بتقطعش معاكي. كل ما حس ان هي محتاجة راشد دقيق. اديها راشد دقيق. وبعدين ده كده ما لمسها في الآخر طرية ومش بتلزق خالص. هحطها في بولا مدهونة بالزيت. واسبها حوالي ساعة بالزبط كده. وتعالوا نشوف شكلها. تعالوا دلوقتي نشوف شكلها بعد التخمير. هبدأ اخرجها كده من البولا وحطها على الرخيمة علشان اخرج منها الهوى. وعلشان نعرف نتعامل معيها طبعا هنقسمها لاربع قطعة. انا هعمل حسوة الحلوة بنيتلا وهعمل حسوة الحيذق ببسترمة وزتون وجبن. اول حاجة هنفرد اول العجينة بصمك واحد سانتي. وزيت هحط فيها جبنة بيضة وبسترمة وفلفل الوان. الفلفل الوان غير ان هو ليه قيمة غذائية عالية طبعا هو طعمه بيبقى حلوة جدا جدا في المعجنات. بعد كده هلف بقى العجينة بتاعتي دي رول كده ولكن هبدأ اضغط وانا بالف علشان الحشوة بتاعتي متخرجش وكمان اقفلها من جناب كويس قوي. علشان بعد التخمير ما تفكش. بعد ما نقفلها كده نبدأ بنسوي شكلها نحاول نفردها اكتر شوية وينلم الجناب كويس. ومعد كده نفردها نقطعها وكده تكون خالصة عندي. عندي صانية مدهونة زيت هحط فيها ورقة زبدة وبعدين ابدأ انقل فيها العجين بتاعي ده ولكن تغذي بالك ان هو هيدخل الفرن على وضع ده ومش يتحرك من مكانه تاني فانت تحطيه اختمر لتاني مرة لمدة نص ساعة فلسطينية لحد دخليها الفرن على طول. هاخد جزء تاني من العجينة وبعدين افردها برضو بصنك واحد سانتي ولكن هحط في الحسوة دي جبنا شيدر وبسترمة وزاتون. كده خلاص هلفه برضو رول واحاول ان انا اركز عن الحشوة متطلعش مني برا. وكمان ان ما انا بلف اضغط شوية. هنقفل الاطراف والجوانب. وبعدين نبتدي نقطعها وارصها برضو في نفس الصينية. كده عملت صينية كاملة من الحشوة الحدقة. دلوقتي يلا بينا نشوف هنعمل ايه? في الحشوة الحلو. هنحشيها ان شاء الله بالنيوتيلا اللي هي سهلة الفرد. الجزء الثلاث من العجينة بقى مش هفردو. انا هقسمه لكور. دلوقتي هشكل اخر جزء من العجينة لكور صغيرة علشان احط فيها آآ شكولاتة. عايز اقولك كمان اللي دي مش شكولاتة خام دي شكولاتة قابلة للدهن وما ساحتش ولا اي حاجة ولا حصلها اي حاجة زي ما حتش في دلوقتي. هسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة مية وتمانين. عندي صفار اتنين بيضة. هحط عليهم شوية مية صغيرين ونص معلقة خل. وده كده هيكون القليط اللي حدهم بيه المعجنات بتاعتي او الفطير اللي عملناها النهاردة كلها سواء حلوة او حيدة. ما تيلاقيش الخل مش بيقصر خالص في الطعم ولا بتحسي اصلا ان انتي حطيتي خل. هغطي دي بقى لمدة يعني عشر دقيقة او رجع ساعة لحد ما تتخمر كويس. ودي كده خلاص كنت غطيتها قبل ما اجهز الحشوة اللي بشوكولاتة وكده خلاص هي خلاص تخمرت تاني. وهححط عليها البيض والمية والخل. وحدهن الوش بتاعها كويس جدا وبعدين اعرش عليها حبة البركة او سبسم اللي ريحك. هدخلها في الرف الاوسط من الفرن. وهشغل الفرن من تحت بس. ده كده شكلها بعد التخمير. هدهنها برضو بنفس الخليط اللي احنا عملناه. وبعدين هدخلها الفرن برضو على درجة حرارة مية وتمانين. وبعدين اخر كده خمس دقايق نشغل عليها الشوية عشان اديها الون حلو من فوق. انا حطيت حبة البركة على الحادق. وهحط سمسم على الحلو. اتمنى اتجربوا العجينة دي هتعجبكم جدا. النتيجة بتاعتها رائعة. زي ما حتشوفي دلوقتي المعجنات كلها طلعت هشة جدا. النتيجة واضحة جدا. سايفين الفطير بتاعتي طبعا آآ يعني هشة جدا ومفرغة من جوة ازاي. حشوة بتاعتنا مضبوطة جدا وكوني كريمة في الحشوة وانتي بتحطي آآ الحشوة علشان تطلع معيك طعمها حلو ومتبقاش فاضية من جوة. ده كده شكلها طبعا آآ يعني اتمنى الجرابي العجينة دي هكتب لكم المقاذير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية علشان ضروري جدا تطبقيها. تنفع جدا للرحلات وتنفع كمان للانش بوكس وبتنفع للمصايف يعني العجينة بصراحة حلوة جدا. ودي الشوكولاتة طلعتها خلاص من الفرن. وتعالا نفتحها برضو مع بعد ونشوف شكلها عامل ازاي من جوة. اول مقرة جتاة من الفرن طبعا غطيتها بفوطة مبلولة ومعصورة كويس. او تغطيها بفوطة مبلولة ومعصورة كويس لمدة عشر دقايق بس. وكده وصلنا لنهاية اليوم ونهاية الفيديو برضو. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وانصحك جدا ان انتي بعد ما تخلصي المطبخ في نهاية اليوم تنسيفي الحرفيات كويس وتنسحي الرخمات والبوتجاز قوي تنسيه وكمان تجفيفي الحوض. خلي المطبخ بايت زي الفل. سديني انت نفسيتك حتسي تاني يوم مرتاحة جدا حسا ان انت هتدقي يوم جديد على النظافة من غير ما تقدي ساعتين تنظفي في شغل مبارح او تنظفي في الموعين ولا تخسلي الحاجات اللي باقية من مبارح. ده بياخد اكتر يعني وقت اكتر في يومك من اليوم الجديد بيخليك انت اصلا دخلة متضايقة. انت لسه هتوفي تشتغلي وتعملي حاجات كتير في المطبخ وتنظفيه قبل اصلا ما تدقي تعملي حاجة لليوم الجديد. فاتمنى ان الفيديو يكون النهاردة عجبكم. دوسوا لايك للفيديو ده لو عجبك. وكمان اشتركي في قناتك تانية الخاصة بالوصفات والطبخ. اسمها سوبر مامي كيتشن. هاتب لكم اللينك في صندوق الوصف وكمان هحطه في اول تعليق مسبت. اشتافكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله.